القوس وانت بتتعامل مع قوس طرف ان هذا البرج على طول مستعجل على طول مستعجل اقاعه سريع جدا جدا فالقوس تحط في الاعتبار انك بتتعامل مع شخص بستعجل على طول اقاعه سريع وعنده حيوية وحياة ثاني حاجة في القوس وانت بتتتعامل معاه تعرف انه تاجر شاتر جدا في التجارة وفي البيع والشرة وجمع المال لانه هي حكمه جبتان جبتان لو هو كوكب النمو والتراء ولا هو شاطر في الحتة دي يعني تسويق وبع وشيرة وتاجر ما تتزكاش على القوس يعني ما نعودش نفاصل معاه كتير مواليز القوس ما بتحبش اللف والدورة هتتعامل مع مروض قوس حط في الاعتبار أنك ولا تلف ولا تدور عليه خليك مباشر عايز أقول حاجة تانية للقوس تحط في الاعتبار أنه القوس من الأبراج اللي تدي فرص كتير مش من أول فرصة بيقول جيم أوبر أو أنه هو يطلعك برا اللعبة لأ حيديك فرصة واثنين وثلاثة لكن لو حاس أنك ما تعرفش تستغل الفرص اللي بيديها لك بيندمك على الفرص اللي بديها لك قبل كده فإحسن استخدال الفرص اللي بيديها لك كتير أو القوس